لمزيد من المعلومات ينضم إلينا من رامالله مراسل الحدث عبدالحفيظ جعوان أهلا بك يا عبدالحفيظ أبدأ معك إن كان لديك تحديث على عدد القتلى والإصابات في طول كرم بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لها وهل يعتبر استخدام الجيش مسيرة في قصفه للمخيم تطورا نوعيا؟ نعم ما زالت العملية العسكرية الإسرائيلية متواصلة في مخيم طول كرم حتى هذه اللحظة وما زال الجيش الإسرائيلي يمنع التحرك والتجول داخل المخيم وتنتشر وحدات من القناصة على المنازل العالية وتعمل جرفات على هدم بعض الشوارع والطرقات والبنى التحتية داخل المخيم الحصيلة حتى هذه اللحظة خمسة ضحايا من الفلسطينيين ونحو 12 جريحا بعضهم إصابته خطرة بسبب استخدام إسرائيل كما ذكرت طائرات المسيرة وغارة جوية استهدفت مجموعة من الشبان داخل المخيم استخدام الغارات الجوية داخل المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية أمر فقط بدأ منذ شهرين أو ثلاثة بدأت إسرائيل تستخدم هذا النوع من الاستهداف للفلسطينيين داخل مدن الضفة الغربية بدأت في جنين وانتقلت إلى طول كرم أساسا استخدمت الدرون المفخخ في استهداف الشبان الفلسطينيين ثم بدأت تستخدم الطائرات المسيرة في إطلاق بعض الصواريخ التي تستهدف الشبان الفلسطينيين داخل المخيم إسرائيل تبرر الأمر بأنها حدة المقاومة داخل المخيمات الفلسطينية بدأت تزداد كثيرا وأن الشبان الفلسطينيين بدأوا يستخدموا عبوات ناسفة محلية الصنع ثقيلة للحجم تؤدي إلى إعطاب بعض المركبات العسكرية الإسرائيلية وقد تقتل جنودا أو تصيب جنودا بخطر وبالتالي تبرر استخدام الغارات الجوية داخل هذه المناطق لهذا الأمر علما أنها مناطق تستطيع الكوات الإسرائيلية الوصول إليها في أي لحظة وكل دقيقة على كل حال الحصيل النهائي في طول كارم هي خمسة ضحايا واثنية عشر جريحا في هذه الأثناء الكوات الإسرائيلية دهمت مدينة قلقيليا أيضا شمال الضفة الغربية وتحاصر منزلا وتندلع اشتباكات مسلحة كما قتلت الكوات الإسرائيلية أيضا شابا فلسطينيا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بذريعة تنفيذه عملية طعن ضد جنود الإسرائيليين عند حاجز بيت عنون شمال المدينة إذن الاشتباكات ما تزال حتى اللحظة في طول كارم وقلقيليا بحسب ما ذكرت عبد الحفيظ ماذا عن الأنباء التي وردت عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في الاشتباكات في طول كارم هل هناك أي معلومات عن عددهم؟ لم يرد حتى الآن بيانا رسمية من قبل القوات الإسرائيلية ولكن ذلك وفق شهود عيان أن بعض المركبات العسكرية الإسرائيلية اعتبت بسبب تفجير عبوات ناسفة كبيرة الحجم في هذه المركبات العسكرية وأنه شهد نقل عدد من الجنود الجرحى داخل المخيم ولكن حتى الآن لم يصدر بيانا رسميا من القوات الإسرائيلية بشأن إن كان هناك جنودا قد أصيبوا في هذه العملية المتواصلة حتى هذه اللحظة هل هناك أي تصريح صدر من السلطة الفلسطينية بخصوص فشل اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟ السلطة الفلسطينية غير من خرطة بشكل مباشر في هذا الاتفاق والأخبار التي ترددت حول الاتفاق إن كان قد فشل أو إن كان سيشهد نجاحا خلال الأيام القادمة والعقبات التي تواجه هذا الاتفاق والأطراف المشاركة فيها أساسا من يشارك في هذا الاتفاق هي حركة حماس وقطر ومصر وطبعا الجانب الإسرائيلي أو ممثلين عن الجانب الإسرائيلي ولكن السلطة الفلسطينية غير من خرطة بشكل مباشر في هذا الاتفاق هي ترحب وأبدت منذ اليوم الأول ترحيبها بأي اتفاق من شأنه إخراج أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية أو أي اتفاق من شأنه أن يوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويمهد لإدخال مساعدات إنسانية ومساعدات طبية إلى قطاع غزة ولكن بشكل عام سلطة الفلسطينية تبدو بعيدة حتى هذه اللحظة عن تفاصيل الاتفاقيات الأمنية والاتفاقيات التي تخص الأسرة في قطاع غزة شكرا جزيلا لك حتى اللحظة على كل هذه التفصيلات من رغم الله مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة